فما لكم في المنافقين فعتيني الله واركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من نضع الله ومن يضر الله فلن تجد له سبيلا ودوا له تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ونصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فنقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلن يقاتلوكم وأوقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا عيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمن الخطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم يثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصياء شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله غريما حكيما ومن يقتل مؤمنا متأمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها اغضب الله عليه ولانه وعدناه عذابا رظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتوا في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام نستمؤمنا أتبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكله عاد الله الحسنى أفضل الله المجاهدين على القائدين أجر رظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضافين في الأرض قالوا ولم تكن الأرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولي أجمأوا هم جهنم وساعت مصيرا إلا المستضافين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا فأولئك رسل الله أن يعفوا عنهم وكان الله أفوما غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساة ومن يخرج من بيته مهاجرا لله مهاجرا لله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع جرارا لله وكان الله أفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم ما وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلونك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفرون وتغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذنب مطر أو كنتم مرضى أن تضاموا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين ذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعدا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا ولا تهينوا في ابتغاء القرون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله رليما حكيما إن نازلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل للذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطية أو إثما ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة لهم الطائفة منهم من يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك رظيما لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغى مرضات الله فسوف نؤتي أجر عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إذا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفرضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرادا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا برورا أولئك أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دور الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أوثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع بلات إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء وإله يفتيكم فيهم وما يطلى وما يطلى عليكم في الكتاب في يطاب النساء التي لا تؤتونهن ما كذب لهن وترغبون وترغبون أن تلكحوهن أو المستضافين والمستضافين من الويضان وأن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلوا من خيرهم فإن الله كان بيهنيما وإن امرات خافت من بعنها نشوزا أو إيراضا فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الأنفس الشح وأن تحسنوا وتتقوا فإن الله كار بما تأمنون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك المعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفى العقا يغني الله كلا من ساته وكان الله واسعا حكيما شكرا 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 شكرا